اشتركوا في القناة قال والقسمة عند المصنف ثنائية يعني وقسمة المفرد عند المصنف عفوا قسمة الألفاظ عند المصنف السمه المفرد ومرك وعند بعض أهل المنطق ثلاثية قال مفرد وهو ما لا يدل جزءه على شيء كزيد أي وما لا جزء له أصلا واضح المفرد عند أصحاب القسمة الثلاثية نوعان ما لا جزء له وما له جزء لا يدل واضح عند أهل القسمة الثلاثية حاذف ده لكن معلوم بالضرورة قال ومركب هذا القسم الثاني عنده وهو ما يدل جزءه على معنى ليس جزء معناه كأب كم وعبد الله على من واضح على من دي رجيع المين لعبد الله ولا لأب كم ولا لهم معنى لا لا عبد الله بس لأن أب كم سواء قلنا مركبة هي مركبة كذا على المعنى ده نحن نقول لها معنى لكن هل معنى أب هو جزء معنى البك لا تمام طيب قال أو على جزء معناه إلا أن دلالته غير مقصودة كحيوان ناطق عالما بناء على خلاف ما حققناه إلا حقق الشيخ إن أب كم وعبد الله والحيوان الناطق لا دلالة لأجزائها أصلا واضح قال ومؤلف وهو ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة كزيد قائم واضح يبقى قوله مؤلف يساوي المركب عند أصحاب القسمة الثنائية والمفرد والمركب فرضان من المفرد عند أصحاب القسمة الثنائية واضح والتقسيم الأول أرجح وهو الذي اقتصر عليه بن السينة في الشف واضح تقسيم الثاء على الناس ثلاثية هما فرضان من المفرد على التقسيم الأول كده اتضح الأمر الحمد لله قال رحمه الله وَأَوَلٌ فِي الْبَيْتِ وَأَوَّلٌ مَا دَلَّ جُزءُهُ عَلَى أول ده ناكرة ولا معرفة بس يعربه مبتدأ هل يجوز الابتداء بالنكرة يجوز لا مالش إذ نظر رضي ولا يجوز الابتداء بالنكرة وَأَوَّلٌ فِي الْبَيْتِ مَبْتَدَأٌ وسوّغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل يعني ايه معرض التفصيل تفصيل معناه التبيين التفصيل معناه التبيين والتعريف تبيين بالتعريف صح؟ التبيين يحصل بالايه؟ بالتعريف على حد قوله تبارك وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلة يعني بيناه واضح كده والتبيين يقتضي إرادة الجنس ببقى أنا إذا أردت أن أعرف شيئاً هل أعرف شيئاً مخصوصاً ولا كل ما يصدق عليه اسمه هذا الشيء أنا أردت أن أعرفه إنساناً هل أريد أن أعرفه عين زيداً ولا كل ما يصدق عليه أنه إنسان يبقى التبيين يقتضي إرادة الجنس وإرادة الجنس من مسوّغات الابتداء واضح كده؟ نجحنا نقول تمرة خير من جرادة ومرأة خير من رجل أي الجنس جنس النساء خير من جنس الرجال أعرفه رجل عكس عكس اياكم يا زيد فكأن المصنف يقول والمركب من حيث هو هو ما دل جزءه على جزء معناه واضح كده الكلام؟ ولا مش واضح؟ ففهمتم معنى قوله وسوّغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل ليه احنا قلنا الكلام ده؟ لأن العلمة الصبان اعترض على قوله وقوعه في معرض التفصيل قاله اعترض بأنه لا تفصيل بل قوله فأول إلى آخره بيان للمفصل إليه ده ده الذي فصل إليه مش المفصل المفصل اللي هو إيه؟ مستعمل والألفاظ ده الذي وقف بعض التفصيل تمام؟ مش فأول ده ده المفصل إليه المستعمل الألفاظ أول وثاني ده المفصل إليه لكن المفصل الذي وقع في معرض التفصيل مين؟ استعمل الألفاظ طيب قال والذي وقع في معرض التفصيل قوله مستعمل الألفاظ قال وأقول هذا إنما يصح إذا كان معنى وقوع المبتدأ في معرض التفصيل الذي جعل مسوّغا خصوص وقوعه مفصّلا إلى أقسام أما إذا كان بمعنى يشمل وقوعه عنوانا لأحد أقسام منفصّلي أي فلا يرد الاعتراض مع أنه يمكن أن يراد بالتفصيل للتبيين إلى آخر ما قلناه بإيضاح واضح كده الكلام بتاع الشيخ الملوي؟ الصبّن؟ طيب الأعلام البناني بقى أن النهاردة شغلنا مع البناني طويلة جاء المسوّغ لابتداء كون أول صفة لموصوف محذوف فكأنه قال فقسم أول ما دل جزءه على جزء معنى فقسم أول هذا صفة لموصوف مقدر واضح كده؟ طيب ممكن يجي يعني على حد قولهم شوهاء ولود خير من إيه؟ من حسناء عاقي طبعا قد يأتي رجل فاضل فيقول المبتدأ الموصوف ولا الصفة؟ الموصوف فقسم أول ما دل جزءه؟ يبقى المبتدأ الموصوف مش الصفة؟ طيب إحنا ليه قلنا الصفة هي المبتدأ؟ نقول لأن الصفة لا تذكر بدون الموصوف صح؟ الصفة لابد لموصوف لا تجري عليه فإذا حذف الموصوف وبقت الصفة فقد اعتبر لهذه الصفة نوع استقلال وشبه بالإسمية فإذا حصل ذلك قامت مقام الموصوف فتعرب إعرابه واضح كذا الكلام؟ ولا مش واضح؟ أحسن من اعتراض لقوح ما هذا التفصيل على كل إن هي مبتدأ والنحاة المتقدمون لم يتكلموا على مسوّغات إنما قالوا يجوزوا الابتداء بالنكرة إذا أفدت معنا وسكتوا مانا أفصل بأخير ماناش دعوة لتفصيلات المتأخرين هو ابن هشام قال كذا لكن بعضها يرجع متكلف شديد إن أفادت معنا إن أفادت النكرة معنا طيب بعد كذا الشرح بيقول وقوله ما تلا عائد الموصول فيه الضمير المرفوع المستتر في تلا ركز معاه الإسم الموصول لابد له من صلة ورابطة لابد له من صلة وإيه؟ ورابطة وهذا الرابط يربط بين الإسم الموصول والصلة تمام؟ ويكون عائداً على إيه؟ على الإسم الموصول يبقى عندنا إسم الموصول وصلة ورابط الرابط يربط بين الصلة والإسم الموصول ويعود هذا الرابط الرابط ضب أضمي في الغالب أو اسم إشار ويعود هذا الرابط لمين؟ للإسم الموصول ما تلا الاسم ووصوله ما بمعنى الذي تلا هذه جملة الصلة الرابط بقى الشارح أن الرابط ضمير المرفوع المستتر تقديره هو تمام يعود لمين إلى ما هو الذي هو المفرد مش إحنا قلنا والمركب ملتبس بما أي المفرد يبقى الضمير الصلة تعود لمين للاسم الموصول عفوا الرابط يعود للاسم الموصول فإحنا قلنا الرابط هنا بقى الضمير المرفوع المستتر تقديره هو يبقى يعود لمين للاسم الموصول الذي مفرد تمام كده طيب مفعول تلف إحنا ضمير مرفوع مستتر يبقى فاعل فاعل تله هو طيب المفعول بتاعتله محذوف يعود لمين للمركب يعود للمركب يعني تلاه هو واضح كده كلام ده حل الشارح الشيخ الملوي الأخضر في الشرح على السلم عكس الأخضر في الشرح على السلم موجود مع شرح الدمنهوري في طبق الحلم المصنف المصنف جعل الضمير المستتر يرجع إلى المركب جعل الضمير المرفوع للمستتر يرجع لمين مش المفرد للمركب وجعل الضمير المنصوب يرجع للمفرد فيكون المعنى على كلام الشارح الأخضري من الذي تلا من احنا قلنا الصلة الرابط يعود لمين للمر للماء للماء للمفرد الرابط الرابط بقطع النظر يعود لمين لماء طيب هنا صاحبنا جعل الصلة جعل الصلة الضمير المنصوب وأعاده للمفرد فيكون من المتلوب المفرد ولا المركب يا غدع من المفعول به على كلام الأخضري على كلام الأخضري هو جعل جعل الفاعل المركب جعل الضمير المرفوع المستتر يعود للمركب والضمير المفعول يعود للمفرد وجعل هذا الضمير المفعول هو ده الصلة فبقى من المتلوب من المفعول به المفرد فمن المتلوب ومن التالي المركب طب في الواقع المفرد الذي تل المركب ولا العكس المفرد الذي تل المركب فالمركب هو المتلوب فعلى حل الشرح الأخضري يبقى فيه إشكال الواقع يكذبه صح لكن على حل الشرح المتلوي كلام منضبط فهمتم عشان كده الشرح قال ايه بعكس ما تل قال بعكس ما تل ايه تلا هو المركب فجعل المركب هو المتلوب مفعول به جعل الضمير المنصوب تلاه يعود للمركب يعني تلا المفرد والمركب تمام كده لا محلوش نقرأ كلام الشيخ انت فيمت كده الكلام ده طيب نقرأ كلام الشيخ ونشوف قال قال وقوله ما تلا عائد الموصول فيه يعادل اسم الموصول بقى ما الذي يعود لمن ما دي معنى ايه معنى المفرد عائد الموصول فيه الضمير المرفوع المستتر في تلا تلا هو يعني المفرد هو الذي يتلو صح كده طيب لان احنا قلنا الرابط يعود لإيه لإسم الموصول الذي هو المفرد طيب وقال المصنف قولنا ما تلا عائده محذوف متصل منصوب يكون بفعل عائده محذوف مش مستتر قال متصل من منصوب يعني تلا هو بفعل اللي هو تلا عائد مين عائد الضمير عائد عائد اللي ايه عائد ما ضمير ما فيه ضمير منصوب فيكون تلا هو يعود للمفرد ويكون الفاعل اللي هو هو يعود لمين المركب فيكون المركب هو الذي تل المفرد والواقع خلافه فهمت ده كده على حل مين الأخضر طيب قال وبحث فيه بأنما واقعة على المفرد وهو الذي تل المركب مش العكس لكن على كلام الأخضر يكون المركب هو الذي تل فهمتم كده فيكون العائد يعني فيستلزم وأن يكون العائد ضمير الرفعي مش ضمير النصب فاهمين ولا مش فاهمين اللي هو هو فاهم يا أحمد أنا حاسنك تاير قال ويجاب بأن ويجاب بأنه يمكن أن يكون أطلق الموالاة على الاتصال يعني مش مربع بما تلا اللي هو الموالاة اللي هو أن يأتي ذلك عاقب ذلك من يأتي هذا عاقب هذا لا المراد مطلق الاتصال سواء تقدم هذا أو لا بقطع مرد يعني لا ننظر إليه يبقى حال الإشكال تعال أخضاري يبقى بقول ويمكن أن يجاب يعني أن أخضاري بأنه يمكن أن يكون أطلق الموالاة على الاتصال فيكون المركب تلا المفرد بهذا المعنى يتصل به مش تلا يعني تبعه لا معنى أنه اتصل به ولا شك أن المفرد متصل بمركب ومركب متصل من مفرد لا شك بقاطع نظر عن الترتيب من اللي تلا من دي مش منظرنا دلوقت طيب قال فالتقدير المركب بعكس المفرد الذي تلاه هو أي المركب أي اتصل به في البيت السابق ده على تقدير كلام مين الأخضاري لكن على تقدير كلام الشارح الملوي ما فيش أشكال المركب المركب ملتبس بعكس المفرد الذي تلاه هو ويكون هو عاد للمفرد مش للمركب قال وهو على قسمين أعنى المفرد كلي ونو جزئي وحيث وجد فمفهم اشتراكين الكلي كأسد وعكسه الجزئي يا رب انخلص دا ان شاء الله قال وهو على قسمين المناطقة يقسمون المفرد ركز معايا يقسمون المفرد إلى اسم وكلمة وأداة كما أن النحاة يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف خبالك النحاة يقول الكلمة اسم فعل حرف المناطقة يقول له المفرد اسم كلمة أداة فالمفرد عند المناطقة يرادف الكلمة عند النحاة والاسم عند المناطقة هو الاسم عند النحاة والفعل عند النحاة هو الكلمة عند المناطقة والحرف عند النحاة هو الحرف والأداة عند المناطقة فهمتم طيب قول المصنف وهو على قسمين ظاهره أن تقسيم كل من الاسم والفعل والحرف إلى كل وجزء صح؟ ظهره أن التقسيم لكل من الاسم والفعل والحرف ينقسم إلى كل وجزء لأن الكلام للمفرد ومفرد نحن يشمل إليه الاسم والفعل والحرف وليس كذلك إذ الذي ينقسم إلى كلين وجزئين الاسم فقط لا الكلمة والفعل ولا الأدالة والحرف فاهمين؟ طيب حقق العلام السيد الشريف درجاني في حواش الشمسية أن الحرف من حيث هو حرف والفعل من حيث هو فعل لا يوصف بكلية ولا بجزئية كلية الجزئية من خواص الاسم فقط وأيضا ظاهر كلام المصنف أن المركب لا ينقسم إلى كلي وجزئين وليس كذلك بل المركب ينقسم إليهما فمثال المركب الكلي قولنا الحيوان الناطق سيأتي أن الكل ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه فهل تصورنا لحيوان ناطق يمنع من اشتراك ملايين الحيوان المطقة في هذا المعنى والمفهوم؟ لا يمنع فده مركب كلي ولا لا ومثال المركب الجزئي رأس زيدن إذا أريد بالإضافة الإضافة العهدية أي زيدن المعهود زهنن المعروف المشارئ إليه فده مركب لكن مركب جزئي لأن هذه الرأس فقط الرأس منسوبة لزيدن هذه الرأس المخصوصة فده برضه مركب جزئي واضح؟ طيب لكنه اقتصر على المفرد وأراد من المفرد الاسم لأن الكليات الخمس ما هي إلا مفردات مش مركبات واضح؟ مش أيخ؟ العلامة الصبان بقول ولهذا قال بعضهم التخصيص يعني تخصيص تقسيم المفرد إلى كل وجزئي تخصيص المفرد بتقسيم إلى كل وجزئي ليس للاحتراز بل لأن الكلام هنا توطيئة للكليات الخمس وهي مفردات يعني أعرفتم ليه اقتصر على تقسيم المفرد لكل وجزئي؟ طيب قال مستعمل الألفاظ قال وهو على قسمين أعني بمصدوق الضمير يعني أعني بما يصدق عليه الضمير بما يرجع ويقع عليه الضمير المفرداء بالنظر إلى معناه أي بالنظر إلى ما صدق معناه يعني إلى ما يصدق عليه معناه يعني إيه الكلام ده؟ المفرد التعريف هو إيه؟ هذا المعنى كل ولا جزئي؟ كل أبدا لا يكون جزئيا قط صح؟ التعريفات كلية ولا جزئية؟ كلية لذلك احنا قلنا بالنظر إلى معنه يعني إلى ما صدق معناه الكلام في معنى المفرد ولا في ما صدقات مفرد الذي ينقسم إلى كل وجزئي؟ هل المعنى بتاع المفرد لهذه ما لا جزء ولا جزء معناه؟ ولا ما يصدق عليه أنه مفرد ده لا ينقسم إلى كل وجزئي؟ واضح؟ يبقى قوله بالنظر إلى معناه يعني إلى ما صدقات معناه واضح؟ طيب وإنما قدر الشارح ذلك قوله بالنظر إلى معناه لأن الكلية والجزئية وصفان للمعنى حقيقة الذي يوصف بالكلية الجزئية المعنى مش اللبز نعم يوصف بهم اللبز مجازا بما للمدلول من وصف الدال بما للمدلول يعني توصف الألفاظ بأنها كلية توصف المعنى بأنها كلية برضو لكن وصف المعنى بالكلية والجزئية حقيقي وصف الألفاظ مجاز من وصف الدال بما للمدلول وكذلك وصف المعنى بالإفراد والتركيب مجازي وصف الألفاظ بالإفراد والتركيب حقيقي واضح؟ واضح؟ طيب يا مشايخ لأنه هو الذي ينقسم هو الذي تنظر فيه إلى أجزائه أيضا دلوقتي أنت اللفظ المركب دلوقتي تقسيمه اللفظ عن متن مش هو الاعتبار الإفراد والتركيب مش باعتبار أجزاء الألفظ ولا باعتبار أجزاء المعاني فقط دلوقتي وصف الكلية والجزئية هل هذه باعتبار المعنى معنى كل ومعنى جزئي ولا باعتبار أن اللفظ كل ولا جزئي سيأتي معنى أن اللفظ زده مشترك يصدق على زيود كثيرة صح؟ لكن بالاشتراك اللفظ مش اشتراك المعنوي يعني ايه؟ يعني زايدن هذا وضع لهذا المشخص ثم وضع لهذا المشخص بوضع ثاني ثم وضع لهذا المشخص بوضع ثالث إلى ما لا نهاية كل أفراد الزيود تمام؟ واضح لا مش واضح؟ فده اشتراك في الايه؟ اشتراك لفظي مش اشتراك في الذهن في المعنى بخلاف مثلا بقى لفظ رجل يصدق على كل رجل رجل ووضع لكل فرد من أفراده بالمطابقة باعتبار المعنى ولا باعتبار التشخص الخارجي؟ المعنى يبقى الكلية الجزئية النظر فعل المعنى حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة لكن بالنسبة للألفاظ باعتبار الدلالة على المعنى صح؟ لكن بقى في الإفراد والتركيب يوصف بهم اللفظ حقيقي ليه؟ لأن نقول المفرد ما لا يدل جزءه جزء مين؟ جزء المعنى أو جزء اللفظ؟ جزء اللفظ لكن إذا كان اللفظ مفرد ومعنىه مركب زي الفعل مش الفعل مركب من حدث وزمان؟ مركب ولا مفرد؟ لكن إحنا بنقوله أنه مفرد نظراً لإيه؟ للنفظ لأن الإفراد وتركيب حقيقة في اللفظ فهمت؟ ولا لسه؟ إيه؟ لأن الإفراد وتركيب حقيقة في اللفظ يعني وصف اللفظ بإفرادة جداً وصف حقيقي لكن إذا وصفت هذا المعنى مفرد وهذا معنى مركب لا ده إيه؟ مجازاً نسمي اللفظ المعنى مفرد أو معنى مركب ده بالمجاز مش حقيقي فهمت؟ لأن ممكن إيه؟ ما مع علامة المجاز؟ صحة نافية صح؟ يعني مثلاً أنا لو شورت على واحد غاب يقولت هذا حمار ممكن تقول لا مش حمار صح؟ يصدق الكلام اللي يكذب لكن جينا بقى على الحمار على الحيوان الناهق وقلت لك ده حمار وقلت لي لا مش حمار يبقى أنت كذب ولا مش كذب لأنك تنفي الحقيقة علامة المجاز ما يصح نفيه بإخلاف الحقيقة لذلك أنت إذا نفيت الإفرادة والتركيبة عن اللفظ تكون كذب ولا لا؟ كذب لا شك يا مفرد يا مركب لكن نفيت أن المعنى بتاع اللفظ يكون جزئي يكون مفرد ومعناه يكون مركب عادي جدا قال كلي نو جزئي قال كلي نو بواسط الهمزة يعني بواسط الهمزة يعني بحاذ في همزة القطع فهمين يعني ايه ولا نشرحها واضح طيب قال جزئي بمنع الصرف ده منع الصرف يعني بمنع التنوين يعني بترك التنوين التنوين له ايه؟ الصرف قال للضرورة يعني لضرورة الايه؟ الوزن ضرورة الوزن قال حيث وجد أي المفرد أي حيث وجد المفرد تمام؟ قال فالألف للإطلاق يعني إطلاق الايه؟ إطلاق الروي لو ألحق وزن بآخر إطلاق الصوتي بالمدة احترازا عن ألف التثنية احترازا عن ألف الايه؟ التثنية ماشي؟ يعني ده حتى لا يتواهم أن الألف تعود للكل والجزئي قال فمفهم اشتراك الفأفال ايه؟ الفصيح أنها أفصحت عن جواب شرط مقدر يعني إذا أردت بيان كل من الكلية والجزئية فأقول الكلية وما أفهم اشتراكا بين أفراد في معنى طيب قال فمفهم اشتراك بين أفراد فمفهم مفهم ده ايه؟ اسم فاعل والمشتقه ايه؟ ممكن نصوغ منه اسم الموصول وصلة يعني نقول نشيل مفهم ونحط مكانها ايه؟ ما أفهم صح؟ أو ما يفهم صح؟ نقول الموصول مع صل gå في قوة المشتق والمشتق في قوة الموصول مع صل todo طيب ما أفهم اشتراكا فمفهم اشتراك قال بين أفراد ما أفهم له ايه؟ يعني الله الذي أفهم اشتراكا بين أفراد بين أفراد اا اقتراضا عما افهم اشتراكا بين معان في لفظ واحد احترازا عن اللفظ الواحد الذي أفهم اشتراكا لمعان فيه لفظ العين هذا اشتركت هذه المعان الكثيرة للفظ العين الذي يأتي لعنى الباصرة والفوارة والجسوس والذب والفضة اشتركت كلها في لفظ واحد واضح كذا يبقى قوله بين افراد احترازا عن اشتراك معان فيه لفظ فاهمين انا مش فاهمين محمد فاهم دلوقتي احنا عندنا فيه مشترك لفظي ومشترك معناوي مشترك اللفظي يتحد اللفظ ويختلف المعنى معان كتير جدا تتحد في لفظ واحد زي زيد هل زده هو زده هو زده هو زده هو زده مختلفة تمام في الوضع والمعنى فهذه مشترك ولمش مشترك مشترك لكن مشترك ايه اشترك لفظي يعني معاني اشتركت فيه لفظ فلما قال ما افهم اشتراك بين افراد اخرج ما افهم اشتراك بين معان تمام دلوقتي بقى الافراد لفظ رجل لو معنى ولا مونش معنى اشتركت فيه افراد كتيرة في هذا المعنى ولا لا لكن ده معاني في لفظ ودي مع ايه افراد في معنى تمام ده يبقى ده مشترك معناوي وده مشترك لفظ الكل من قبل المشترك الايه المعنىوي فهمت قال بمجرد تعقله ما افهم اشتراكا بين افراد بمجرد تعقله بمجرد جرم جرم متعلق بقوله مفهم مفهم اشتراكا بمجرد التعقل يعني اول معقل حصل الايه فهم الاشتراك يعني فهم الاشتراك بين الافراد يحصل بتعقل معناه المجرد عن الوجود الخارجي اذ لو اعتبر الوجود الخارجي فقد لا يفهم اللفظ اشتراكا اصلا كما في الكلية الذي لا يوجد منه الا فرد واحد في الخارج او الذي لم يوجد له افرادهم اصلا في الخارج شريك الباري كل ولا جزئي كل شريك الباري من حيث التعقل بقى الشمس بقى لاش المعنى ده الشمس لفظ كلي ولا مش كلي هل الذهن يمنع من ايقاع لفظ الشمس او الزهن هل يحجم عن ان اتصور الاف الشموس لا يحجم عن ذلك فبمجرد تعقل معنى الشمس اللي هو الكوكب النهاري المضيء مجرد تعقل هذا المعنى العقل لا يمنع من ايقاع هذا المعنى على ايه على افراد غير محصورة بقطع النظر عن الوجود الخارجي بمجرد التعقل لكن النظرنا للوجود الخارجي لم يوجد الا ايه فرض واحد فهمتم طب الغول والعنقاء الذهن يتصورها ولا لا هل يتصور ايقاع هذا اللفظ على افراد كثيرة في الذهن لكن النظر للخرج ولم يجد شيئا هنقول لي انه مش كلي لا كلي فالعبرة العبرة بايقاع الاشتراك بين الافراد بمجرد التعقل يعني بالتعقل المجرد عن الوجود الخارجي وعن الدليل الخارجي لفظه الاله معنا كل ولا جزئي كل لانه تصور معنى الاله لا يمنع من وقوع الشركة فيه لانه لو كان معنى الاله جزئي يعني اذا تصورته امتنع وقوع الشركة فيه لم تنع وجود مشرك على وجه الارض صح ولا محتجنا الى اثبت ليلة الوحدانية فده ايه كل تصور معنى المعبود لا يمنع من وقوع في الذهن من وقوع معمودات كثيرة لكن بقى اذا لم تقطع النظر ده بقاطع النظر عن الخارج لكن لم تقطع النظر عنه ونظرت الى الدليل التمانع والتوارد والدليل الوحدانية بقى خلاص بقى خرج عن كونه كليا بقى الاله بحق صح لا الكل ما افهم اشتراكا بين افرادهم بمجرد التعقل يعني بالتعقل المجرد عن الوجود الخارجي فهمتم؟ فقال بحيث يصدق عليها هذا تصوير بقى تصوير لفهم الاشتراك بين الافراد بحيث يصدق عليها بحيث يحمل عليها يعني يحمل على افراده ما افهمش ركا بين افرادهم بحيث يحمل هذا المعنى عليها يعني على الافراد فالضمير التعقل عليها يعود لايه؟ للافراد تمام؟ بحيث يصدق عليها يعني يحمل عليها حملة مواطأة حملة ايه؟ يعني حمل ويعني صدق يعني اخبار يعني اخبار بان يصح الاخبار بالكل عن كل فرد فرد من افراده تقول زيد الانسان عمر الانسان محمد الانسان بكر الانسان فاطمة انسان انسان كل تصورته لا يمتنع من اقاعه وحمله على افراده حملة مواطأة بان تخبر به عنهم فهمين؟ يعني ايه حمل مواطأة؟ يعني ايه؟ هنقولنا صدق يعني حمل مواطأة يعني ايه حمل مواطأة؟ حمل مواطأة اللي هو الحمل حمل المحكوم به على المحكوم عليه من غير واسطة اشتقاق او اضافة دلوقتي العلم كلي ولا مش كلي من حيث هو هو كلي ماشي طيب بالنسبة للامام الشافعي ينفع ان يحمل على الشافعي اللي هو فرضه من افراده حمل مواطأة ولا لابد من الاشتقاق يعني ينفع تقول الشافعي وعلم واحمد وعلم ولا لازم تأجيب اشتقاق تقول عالم يبقى ده مش حمل مواطأ يبقى هنا العالم او علم ليس كليا بالنسبة للشافعي واحمد لابد من ايه من اشتقاق او ممكن تأتي اضافة الشافعي ذو علم احمد ذو علم صح لكن العلم بالنسبة بقى لأفراده للفقه والتفسير والحديث تقول الفقه والنحو والمنطق بقى كلي يبقى كليهم بالنسبة الى افرادهم من العلوم ليس كليهم بالنسبة الى موصفاته من الاشخاص فهمتهم؟ يعني فهمتهم ان يحمل مواطأة وفهمتهم ان يحمل اشتقاق وحمل اضافة طيب ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد انه آله وصحبه اجمعين اشتركوا في القناة